من ضمن المفارقات أنه بينما قابت الصورة 25 ناية تنادي بالخبز والعيش والحرية الحقيقة أنها جابت رد فعل عكسي يعني دعاة الحرية قاسم مما حدث في أعقاب هذه الصورة وبالتالي إحنا عندنا دولة تفككت في خلال ساعات وإعادت بنائها خد سنين وفي فكرة الخوف من عودة الفوضى تاني وحصل ربط بين الدعوة للحرية وبين الفوضى وده مش ربط حقيقي ولكن لا مش ربط حقيقي لكن هو أدى ذلك يعني اللي أدى لكده إيه أنه ده النتج عن هذه المطالبة بالحرية وكان عندنا لأنه ما كناش حاسبين أنك أنت ما تدريش تعملي تنظيم يواجه تنظيم أمره 80 سنة في أيام قليلة بينما طول السنين اللي فاتت كان الحرص كل الحرص من جانب من يحكم اللي وقاش فيه تنظيم سياسي حتى الحزب الوطني لم يكن تنظيما سياسيا كان حيكا مفرغا من الداخل والدكتور عليه الدين هلال والدكتور يوسف ولي نفسه قال إحنا مطلوب بنا أننا نشتغل في الانتخابات وننام في الفترة بين الانتخابات فإذا ده كان واضحا جدا في الفترة اللي فاتت طيب النهاردة عندما واجه فيه مثل بيقول إيه أنك ما تدريش إذا استضبت كرة حديد بكرة فخار كرة فخارة كسر طبعا فالتنظيم الحديدي بتاع الأخوان كسر كل تنظيماته الأخرى إلى أن وصل إلى السلطة وأنا بعتبر أن تلاتين يونيو يعني عندما بينما كانت خمسة عشرين يناير ثورة تحركها السياسة تلاتين يونيو لم تكن ثورة تحركها السياسة إنما ده رد فعل أكاد أقول لا إرادي لأن أنا شفت ستات بلغوا من العمر يعني مبلغ كبير مش قادرين ينزلوا ولا يمشوا ونزلوا وقعدوا في الشارع على كراسي لأن ده الخوف على البلد الخوف على البلد إحنا لم نكن نتصور أو نقدر قيمة الدولة الوطنية أنا بفضل الدولة الوطنية على تعبير الدولة المدنية لأن دولة الوطنية معناها دولة التي تقوب على المواطنة بمعنى أنها مناط الحقوق والواجبات العامة من غير تمييز لا ديني ولا عرقي ولا آخر فإحنا فجئنا لم نقدر قيمتها إلا أن دمع أو شكت أن تنتهي صحيح فحاصل رد فعل